طالبت الهيئة السياسية لتحالف الإصلاح والإعمار بعقد اجتماع عاجل لرئاسات الثلاث لمناقشة ملفات مهمة كما دعت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين والقوى السياسية للاستمرار بدعم المتضررين من السيول وتعويض المتضررين ونقلهم إلى أماكن آمنة ودعا بيان صدر عقد اجتماع للهيئة مجلس النواب إلى إقرار القوانين ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين والتشريعات التي تتعلق ببناء هيكل الدولة العراقية مشددين على أهمية إقرار التشريعات اللازمة للحد من ظواهر الفساد مؤكدين أن تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات يمثل أولوية قصوى وضرورة إعطاء الأولوية أيضا للقوانين التي تمت دراستها وصياغتها وتوقفت لأسباب سياسية